كابتن مختار طبعا منتكلم طبعا على مباراة طبعا النادي الوداد والاهلي مباراة الزهاب عايز عرف برضو وجهة نظر حضرتك الفنية وتقييمك الكامل للمباراة على المستوى أكيد موسيماني وحضرتك مدرب كبير وكمان على مستوى أداة اللاعبين داخل الملعب أكيد يعني أكيد أنهم يعني المدرب واللعيبة أبدعوا مباراة من أول الأخيرة بنمتلك كل شيء فيه سواء من الأداء سواء من المكتب سواء من كل حاج يعني كان فيها امتلاك هايل جدا جدا لكل مقدرات اللاعب سواء زي ما قول من الأهداف أو من الأهداف وده طبعا أكيد أكيد شغل مدرب وكمان صراحة اللاعبة يعني تفوقت على نفتيها بشكل جدا جدا ومن أفضل المشاكل الواحد شافها للنادي الاهلي على كل المستوى على مستوى الداخلي وعلى مستجب شارجي وكما كمان المستوى الخارجي اللي احنا كنا بنشتغل فيه آآ قبل كده كان أقل من كده بكتين لكن لما حضرتك تقصت للمباريات الخارجية يعني خارج مصر خارج مصر أطبق لما نوصل المرارة لقبل النهية ونأدي فيه لأداء ده بدأت أكيد أكيد مستوى هائل جدا 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 سواء على مستوى المدرب وعلى مستوى اللعيبة آآ زي ما قولنا أبدعوا أبدعوا آآ وده أمر طبعا يعني احنا كنا بنهتمناه لكن كمان هم حققوا بشكل هاي لكي ده يعني آآ إن احنا من أول دياء للمباراة لغاية مباراة تخلص يبقى منظل كل مقدنات اللعب بهذا الشكل وبعدين آآ تجيب جنين وخارج ملعبك ويبقى عندك فرص تجيب ثلاث أربع تجوان تاني ويضيعوا منك الشكل دوت والناس يبقى حريثة قوي على إنها تكتب بالشكل ده أكيد إن ده حاجة هيلة جدا وعلى شكله هو ده يعني هو ده الطبيعي بالنسبة للنادي الأهل